اشتركوا في القناة وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر كما وافق المجلس على مشروع بقانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الشورى الموقر ثم ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر كما وافق المجلس على عدد من الاقتراحات برغبة والمقدمة بصفة الاستعجال وقرر المجلس الموافقة عليها وإحالتها إلى الحكومة الموقرة أبرزها بشأن تخفيض رسوم الغرف الخاصة في مجمع السلمانية الطبي على ذوي الإعاقة من المواطنين بنسبة 50% وبشأن شمول يوم الخميس الموافق الخامس من مايو ضمن إجازة عيد الفطر المبارك الرسمية تم في جلسة مجلس النواب اليوم موافقة على مشروع بقانون بشأن حضر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تقلال الأسلحة طبعا هذا المشروع أتى ليؤكد على المدى الالتزام المملكة البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل كما تمت أيضا موافقة على مشروع بقانون بشأن حضر استحداث وتخزين وإنتاج الأسلحة البكتروبيولوجية والتكسينية وتدمير تقلال الأسلحة طبعا هذا المشروع أتى لإيجاد تنظيم قانوني حضر استخدام ونتاج وتخزين مثل هذه الأسلحة ويحقق تقدم فعلي نحو نزعها عن طريق وجود تدابير فعالة بما يتوافق مع اتفاقية حضر استحداث ونتاج وتخزين الأسلحة التكسينية